موسيقى أعوذ بالهسن معني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني أخواتي في الله نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حديث الفجر في قناة الفجر ثلاثيات نبوية هذه الحديث هذا اليوم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ثلاث دعوات مستجابات ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر الله أكبر وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أيضا في أحديث كثيرة التي هي ثلاثة منها قال الذاكرين الله كثيرا والمظلوم والإمام المقصد وأيضا هناك أحديث في أن ثلاثة مستجاب دعوتهم لكن نأخذ هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر إخواني الكرام دعوة الصائم ونحن في هذا الشهر العظيم الله عز وجل خص آية في منتصف آيات الصيام قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر الله أكبر دعوة الصائم كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستجابة وخاصة حينما يكون عند فطره فإن الدعوة مستجابة إذن من أجل ذلك أنا أنصح أخواني الكرام وخواتي الآن قبل موعد الأذان بدقائق حبذ أن تدس الأسرة كاملة على الإفطار وأن يقوم أحدكم برفع يديه إلى الله عز وجل ويردعو بإذن الله عز وجل فإن الدعاء مستجاب حينما يوضع الطعام ويقترب الأذان هذه لحظات حساسة جدا يكون الإنسان في غاية الشوق إلى أن يأكل وأن يشرب بعد أن مضى أكثر من ستة عشر ساعة وهو صائم لله عز وجل في هذا الحر فإنه يقبل على الله عز وجل عند ذلك فإن الله عز وجل ينظر إليه وقد امتنع عن الطعام والشراب وباستطاعته أن يأكل ويشرب ولا أحد يعلم به إلا أنه صبر واحتسب من أجل الله عز وجل فانظر ماذا سيكون الموقف الله تعالى لن يرد دعاه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحيي إذا رفع العبد يديه إلى الله أن يردهما خائبتين يا الله ما أجمل هذه اللحظات وما أجمل هذا اللقاء العظيم وأنت مع أسرتك رافع عن يديك إلى الله عز وجل فادعو الله عز وجل بكل ما تريد ادعو الله عز وجل من أجل آخرتك من أجل دينك وإيمانك ادعو الله عز وجل من أجل إخواننا المعتقلين ادعو الله عز وجل أن يفرج كربهم ادعو الله عز وجل لأهلك ولإخوانك ولأحبابك ولأصحابك ودعو الله عز وجل أن يفرج كرب أهلنا في سوريا وفي كل البلاد وأن يفرج الله عز الكرب هذه الأمة والله إخواني كرام نحن أحوج ما نكون إلى الدعاء وأقل ما نعمله في هذه الدنيا وفي هذه الأيام هو الدعاء أن نرفع كفة ضراعة إلى الله عز وجل أن يفرج الله عز الكرب هذه الأمة إلى أحسن حال بإذن الله عز وجل كذلك الحال فإن أيضا هناك لحظة السحور ما أجملها من لحظة حينما تكون في الثلث الأخير من الليل والله عز وجل ينزل في الثلث الأخير وينادي يا عبادي من له حاجة فأجيبها من منا لا يريد حاجة من الله من منا ليس عنده مصيبة ولا هم ولا بلاء ولا مصيبة عظمى قال الله عز وجل أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هل أحد غير الله عز وجل لا وألف لا إذا من أجل ذلك أخي الكريم أقبل على ربك جل وعلا أقبل على الله عز وجل حينما تأتي فقت السحور وخاصة أنه لليوم معظم الناس رح يظلوا صاحي حتى أذان الفجر أقول والله أخي الكريم مصيبة أن تقضي طول الليل من مسلسل إلى مسلسل وتقضي الآن طول الليل وإنت الآن على الشد وعلى الآن المقاهي أقل شيء اجعل لله عز وجل ولو بالثلث الأخير ركعتين لله ارفع يديك إلى الله أن يلهمك الله على الخير وأن يرشرح الله على صدرك للإيمان فهذه من أكبر النعم والله وادعوا لكل من تحب فإن الدعوة مستجابة في هذا الثلث الأخير من الليل إذن أخي الصائم اغتمم هذه الأيام بالدعاء وإذن أن تساجد لله عز وجل فأقرب ما يكون العبد عند الله عز وجل عند سجوده كذلك الحال فإن دعوة المظلوم أيضا مستجابة يا الله يا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لدعوة المظلوم قال وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي الله عز وجل يكسم بعزته وجلاله أن الله عز وجل سيعطيه وسيستجيب دعاءه قال وعزتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن دعوة المظلوم تخرج كأنها جمرة حمراء إلى السماء قال فيقول الله عز وجل من شدة الظلم الذي وقع عليه قال وعزتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين إخواني الكرام من منا يقدر على انتقام الله من منا يقدر على انتقام الله سبحانه وتعالى وعند ذلك حينما لا تبالي بدعاء المظلوم وتستهزئ به تسمع قول الشعر هو يقول لك يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاءه إذن أخي الكريم إياك 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 من دعوة المظلوم والله أنت الآن تحت رحمة الله اعلم أن الكون للكون إله والله عز وجل قال من يعمل سوء يجز به إياك أن تعتقد أنك فوق كل شيء فالله عز وجل فوقك اعلم علم يقين أن نظرك ما زال يعمل بأمر الله وأذنك ما زالت تعمل بأمر الله وشرايين مقك وعصبك ما زال يعمل بأمر الله واعلم أنك تمشي بأمر الله ويدك تعمل بأمر الله والله تعالى قادر بكلمة كن فيأمر هذا العقل أن يقف عند ذلك تصبح مجنونا فمن غير الله سيرد لك العقلك اعلم أن صحتك ما زالت تعمل بأمر الله فإذا الله عز وجل ابتلاك بمرض صغير بسرطان أو غيره من كل الأطباء هل يستطيع أن ينقذوك لا وألف لا إذن تأدب مع الله إذن تأدب مع الناس إذن كن على يقين وحذر إياك أن تظلم خلق الله بأي أمر كان وخاصة ما نرى كثير من الآن أصحاب الآن المحلات من يظلم من يعمل عندهم أو أصحاب البنايات والمهندسين والشكك وغيرها في أي مجال لا نقصد أحدا أبدا فتظلم العامل الذي يعمل عندك عند ذلك يدع عليك دعوة والله تخسر كل ما تملك أيضا إياك إياك أن تظلم خلق الله عز وجل خسرا إذا كنت في موضع مسؤولية إياك إياك فتخسر خسران كثيرا أيضا إذا كنت أبا فظلمت أحد الأبناء لأنك لا تحبه عند ذلك تخسر خسران عظيما والله وكذلك الحال في أي مجال مجالات الحياة احرص على أن تحب كل الناس وأن تشفك على كل الناس وأن تعطي ذي كل ذي حق حقه قبل أن تخسر كل شيء وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر مستجابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كان إذا رأى أحد الصحابة تريد سفرا قال له كان يقول اذكرني في دعائك يا أخي اذكرني في دعائك يا أخي فإن دعوة المسافر مستجابة فيا من تذهبون إلى العمرة وإلى الحج اعلموا أنكم مجرد أن ركبتم في هذه الحافلة فأنتم في سفر واعلموا أن دعائكم مستجاب فاغتنموا هذا السفر من أجل الدعاء لأقاربكم ولأهلكم بإذن الله عز وجل إذن هذه الدعوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة